السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا للجزء الاول عربية اوتوماتيك بتكييف بسعر 50 الف جنيه الجزء التاني اللي عملناه اللي اتكلمنا فيه عن عربية اوتوماتيك بتكييف بسعر من 50 الى 70 الف جنيه وجبتلكم 10 عربيات في الجزء التاني وتكلمنا عن مواصفاتها ومميزاتها وعيوبها وسعرها لو عايز تشوف الجزء الاول والتاني هتلاقيهم في اخر الفيديو في شاشة النهاية وهحط اللينك بتاع الفيديوين في سندوق الوصف اسفل الفيديو ده الجزء الخامس وهنكمل فيه باقي العربيات في الفئة السعرية من 70 الى 100 الف جنيه وان شاء الله هنكمل مع بعض باقي الفئة السعرية كلها لحد ما لقيت تفاعل قل مع الفيديوهات وساعتها هعرف اني وصلت للجزء الاخير جبتلكم كل العربيات الاوتوماتيك اللي بتكييف من اسواء السيارات والمعارض واخر تحديث سعر لشهر يناير 2022 كل عربية هقولكم سعرها من كام لكام ومواصفاتها وللعلم الفرق في السعر هو فرق الحالة مش سنة الصنع ونصيح بقولها دايما اشتري عربية حالتها محترمة وبلاش تسترخص الحالة هي اهم حاجة اهم كمان من سنة الصنع بشوف عربية كتير جدا موديلات قديمة افضل حالا من موديلات احدث واكشف على العربية في مركز صيانة او محطة بنزين ولازم تكون العربية رخصتها سريع واشتري العربية بعقد مسجل شهر عقاري والدفع على رأس العقد في مقر الشهر العقاري الاجزاء من سبعين الى مئة الف جنيه هيكون فيها اربعين عربية وطبعا مش هينفع نزلهم كلهم في جزء واحد عشان كده انا قسمتهم اربع اجزاء ده يعتبر تاني جزء في الفئة السعرية دي اللي هي من سبعين الى مئة الف جنيه وهنتكلم عن عشر عربيات ندخل في الموضوع على طول اول عربي معانا رينو ميجان تو موديل 2005 و2006 ودي سعرها بيكون من خمسة وتمانين الى خمسة وتسعين الف جنيه هتلاقي معلومات كاملة عنها في اللينك اللي هيظهر حالا هنا بتعتبر العربية رينو ميجان من افضل الصناعات الاوروبية من حيث الجودة والحفاظ على السعر المتوسط بجانب الاداء القوي مع لمسات رياضية وتوفير الراحة والرفاهية لقائد العربية وجميع الركاب مميزاتها شكلها رياضي ومميز العربية بتتميز بسعر مناسب جدا وفق الامكانيات اللي بتتمتع فيها المخصولة الرئيسية مساحتها واسعة فيها تكييف توتش بالاضافة لنائل حركة مانيول واوتوماتيك مع بعض كارت الفتح وتشغيل العربية بدل المفتاح فيها نظام الانتي بنش فاسيليتي عشان ما يقفلش الازاز على اي عائق العربية بتتميز بازاز كهرباء للاربع ببان بيفتح ويقفل بلامسة واحدة شاشة معلومات بتوضح درجة الحرارة والصيانات والاعطال وفيها راديو سيدي عيوبها ضعف التكييف وبيأثر على العربية في السرعات المنخفضة عدم توفر قطع غيارها بالشكل المناسب اسعار قطع غيار مرتفعة جدا دايما هتلاقي اعطال في كارت التشغيل العربية واعطال في جهاز نائل الحركة في اغلب العربيات تكاليف سيانة العربية دي عند التوكيل غالية جدا ومعظم فنيين العربيات بيخافوا يشتغلوا فيها وبالتالي غصب عنك هتروح التوكيل او مراكز السيانة المتخصصة اللي طبعا اسعارها هتكون غالية جدا تاني عربية معانا رينولوجان موديل من 2013 ل 2016 ودي سعارها بيبدأ من 100000 جنيه تعتبر رينولوجان عربية عائلية صغيرة سيدان اتصنعت بداية من 2004 وهي حاليا في الجيل التاني منها اتقدمت في صور مختلفة منها في مصر السيدان والستيشن واجن لكن اتقدمت منها خارج مصر النسخ بيكاب اتصنعت العربية دي في رومانيا باسم داتشا وتبعت في اوروبا باسم داتشا لوجان اتصنعت كمان في المغرب وهي النسخ اللي كانت بتوصلنا في مصر لحد 2016 بعد كده اتجمعت في مصر وتصنعت العربية دي في دول كتير جدا ومختلفة زي برازيل وارجنتين تركيا روسيا كولومبيا ايران الهند اتعرف العربية دي في دول مختلفة باسماء كتيرة زي داتشا لوجان رينو لوجان نيسان ابريو ماهندرا فريتو ورينو توندا تسعين لادا لارجوس نيسان ان بيمتين رينو سيمبل وقدرت العربية دي تبيع 4 مليون نسخة من اول ما نزلت في سنة 2004 لحد 2018 تم تصميم لوجان من مكونات بسيطة رخيصة للحفاظ على السعر للأوليل وفي سنة 2008 تم تقديم نسخة محسنة من العربية باسم نيو لوجان بتصميم اكتر جاذبية واضافة بعض وسائل الرحل محركها اقتصادي 1660 موفر في الوقود بواقعة 7.2 لتر لكل 100 كيلو متر المحرك بيولد قدرة 90 حصان واداء جيد بمساعدة ناقل الحركة اليدوي اللي من خمس سرعات اما النسخة الاوتوماتيك اربع سرعات نزلت بمحرك اكبر 16 سباب وعمود اتزان ابعاد العربية دي طول 4 متر 29 سنتي عرضها متر 74 سنتي ارتفاحها متر 52 سنتي وميزاتها ان حضر المطور واسع ومنظم ما فيهوش تعقيد وده بيسهل الشغل بالنسبة للفنيين الديبرياج والبنزين بتوحها نعمين جدا في الحركة وهتلاحظ سرعة في الاستجابة بتتميز لينو لوجان بالشنطة الخلفية الواسعة 510 لتر ومساحية الداخلية مريحة وبتشيل خمس ركاب بشكل كويس جدا بتتمتع العربية بتكييف داخلي قوي وعزل جيد للمأسورة وكاسد بصوت قوي جدا كمبيوتر رحلات سيانتها سهلة بسبب تنظيم حوض المطور في غرفة المحرك قطع غيارها معمرة متوفرة بسبب انتشار العربية في مصر وهتلاقي متوفرة داخل التوكيل وعنده تجار قطع الغيار بتتعامل العربية مع المطابات بطريقة سهلة لانها مرتفعة عن الارض وعفشتها قوية ونشفة والعربية سابتة على الارض وعلى السرعات العالية ايوبها ان سحب العربية وتسرعها ضعيف وغير مناسب للمحرك 1600 سيسي وهتحس انك راكب عربية بمحرك 1000 سيسي وده بسبب ان المحرك 8 صباب بس مش 16 صباب وده بيأثر في سحب العربية في تسهل اوتوماتيك في ناتشة كده عند الضغط على دواست البنزين الناس كتير اشتاكوا منها صوت المحرك مرتفع خاصة ان تفاتح الازاز الدريكسيون بتاحت ايل وخصوصا وانت بتركن لدرجة ان فيه ناس بيعتقدوا ان الدريكسيون ده هاف باور الكورسيين اللي قدام بتوع الساقق والركب الامامي بتحركوا مع الفرامل في العربية للامام والخلف وده شك وعمة بان المقاعد الامامية غير مسبباتة جيدا مع ان العربية منتشرة الا ان اسعار قطع الغيار مرتفعة مقارنة بعربات منافسة زي لانوس وفيرنا وغيرها رينولوجان غير مناسبة للمناورات القوية العنيفة مع اعتماد العفشة الخلفية على سينجل بيم بالاضافة لان ارتفاع مركز السقة البتاحها ده بيخلي الجزء الخالفي مش سابت بدرجة كبيرة في الغرز على السرعات العالية فلا ينصح ان شاب بيعمل بيها غرز على سرعات عالية ثلاثة عربية معانة رينوسينج 2006 بسعر 85000 جنيه بتعتبر رينوسينج عربية مدمجة متعددة لاستخدامات MBV اتصنعت في شركة رينول فرنسية بتعتمد العربية على شاسي ميجان وظهرت العربية الاول مرة سنة 1996 وحصلت على لقب عربية العام الاوروبية سنة 97 بدأ انتاج العربية في الجيل التاني من سنة 2003 لحد 2009 محركة 4 سلندر 16 صباب سعة 1600 سي سي بقوة 115 حسان عند 6000 لفة في دقيقة وعزم دوران 152 نيوتن متر عند 4200 لفة في دقيقة تصروعها من السبات للميت كيلومتر في الساعة في 12 ونص سانية مع سرعة قصوى 185 كيلومتر ساعة كل ده مع نقل الحركة المانيول اما النسخ اللي نزلت بنقل الحركة الاوتوماتيك نزلت مع المحرك الاكبر الساعة 2000 سي سي بقوة 137 حسان عند 5500 لفة في دقيقة وعزم دوران 191 نيوتن متر عند 3750 لفة في دقيقة والنسخة الاوتوماتيك دي كانت تصروعها 11 ونص سانية عشان توصل للميت كيلومتر ساعة سرعتها القصوى 190 كيلومتر في الساعة ابعاد العربية دي طول 4 متر 25 سانتي عرضها متر 80 سانتي ارتفاعها لكل متر 62 سانتي تم توفير جميع البيانات للسائق في لوحة القيادة في شاشة كريستالية بتظهر سرعة العربية وسرعة دوران المحرك ومؤشر الحرارة ومستوى الوقود وكمبيوتر لكشف الاعطال وعرض درجات الحرارة الخارجية والداخلية والساعة وبيانات الرحلة وكمان عرض الاعطال اللي بتظهر في بعض اجزاء العربية وميزات العربية دي ان مساحات التخزين فيها كبيرة بالمقصورة وكمالياتها كتيرة جدا داخل الصالون وهتحس في العربية دي انك راكب عربية SUV عشان ارتفاع مستوى الركوب خماتها الداخلية محترمة مع تصميم داخلي حديث وفيها ادراك تخزين كتيرة جدا وفرام اليد بتاعتها كهرباء لوحة القيادة كبيرة والابواب فيها مساحات كبيرة جدا للتخزين الكنبة الخلفية ممكن تطويها بصورة جزئية او كلية عشان تزود سعة التخزين الخلفية وبتتميز بشنطة خلفية واسعة جدا قطع غيار العربية دي متوفرة وهتلاقيها في الحرفيين والتوفيقية واسعارها مناسبة مع امكانية توفر قطع غيار بديلة عن الاصلية هتلاقيها كوري وصيني فيها انظم التعليق متطورة بتوفر السبات والنعومة في القيادة العربية بوجه عام نعمة والباور ستيرنج سالس ومن ناحية وسائل الامان فالعربية دي هيكلها مصمم بقدرة التوائية عالية ضد الصدمات وكمان جسم العربية معالج ضد الصدمات وبالتحديد الجهات الاكتر تعرض للصدمات والاحتكاك الجانيبي وده بيضمن الامان لمقصورة الركاب وسائل الامان الموجودة فيها فرام الاي بي اس احزمة امان بنظام ميكانيكي ايرباجز للسائق والراكب الامامي مقعد خاص لاطفال مسانة رأس في المقاعد الامامية مفتاح عربية بيفتحها من بعد مع موجة ارسال بتساهم في صعوبة فتح العربية او تشغيل المحرك بدون مفتاح فيها احزمة امان خلفية فرامل قوية جدا محدد سرعة عيوبها سحب العربية ضعيف واستهلاكها مرتفع في البنزين لكن السحب بيكون جيد على السرعات بعد الغيار التالت بالنسبة للمانيول يعيب العربية انها غير منتشرة في السوق بشكل كبير وبالتالي اعادة بيعها صعبة رغم انها عربية جيدة في المجمل لكن العربية دي ما خدتش حقها في مصر وملهاش سوق كبير ولا قطع غيرها منتشرة زي العربات الشعبية المعروفة بالاضافة لان سعر اعادة بيعها تعبان جدا فيها بعض المشاكل الكهرباء اللي بتحتاج مراجعة توصيلات الكهرباء تحت البطارية وتحلت المشاكل دي في الموديلات الاحدث علبة الديركسيون بتاعتها مش بتتحمل بشكل كبير الشغل للفترة طويلة والعربية بتعاني في الطرق المصرية المليانة بالحفر والمطباط لان عفشتها نعمة الرابع عربية معانا الرينو سيمبل من موديل 2009 لحد 2011 ودي سعرها بيكون من 90 الى 100000 جنيه العربية دي تم انتاجها اواخر سنة 99 ونزل بيفتس اوتوماتيك ومحرك سعة 1600 سي سي بتحتوي على مساحة داخلية وسعة مع وجود مقاعد لخمس اشخاص بالغين بالاضافة ان مساحة الشنطة الخلفية بتاعتها وسعة جدا 510 لتر وممكن زيادة المساحة دي لـ 157 لتر لما تطوي المقعد الخلفي العربية مجهزة بوسائد هوائية للسائق والركب الامامي فيها نظام انزار لاغلاق حزام الامان عند سرعة الـ 20 كيلو بالاضافة للمقاعد مخصصة للاطفال وثلاث احزامة امان خلفية بتحتوي على نظام افل مركزي وافل باب حساس للسرعة وفيها مصابيح امامية قياسية واضواق نهارية والاهم من كل ده فيها فرامل منع للانغلاق ABS فيها زرار لتحكم في عجلة القيادة ونظام تثبيت سرعة فيها نظام تكييف هوا اتبعت في السوق التركية بداية من سنة 2013 وتم اصدارها في الجزائر وتونس اتصنعت العربية دي واتبعت في البرازيل من نوفمبر 2013 زي رينو لوجان وفي نوفمبر 2014 بدأت رينو سيمبل التجميع في مجموعة CKD في مصنع جديد في وهران الجزائر وكانت الجزائر بتنتج 25 ألف عربية في السنة وزاد العدد بعد كده لـ 75 ألف عربية في السنة عيوبها بيشتكي كتير من الناس من صوت المحرك المزعج سعرها مرتفع لحد كبير لما تقارنها بع سعار العربيات اللي في نفس إمكانياتها تكيفها ضعيف ومش بيوصل تأثيره للكنبة الخلفية قطع غيرها قليلة جدا وفيه أجزاء من العفشة والفايبر الداخلي والخارجي مش هتلاقيه خمس عربية معنا القبل أسترا موديل من 2000 إلى 2008 بسعر من 75 ألف إلى 100 ألف جنيه الألمانية قبل أسترا تندرج ضمن العربات الصغيرة العائلية وبتميز بسعر معتدل وبنسبة استهلاك للوقود منخفضة وكمان بتتميز بشكل خارجي شبابي شركة قبل في أغلب نسخ أسترا نزلت بمحركات 2000 سي سي أو 1600 سي سي 4 سلندر لكن أغلب اللي موجود في مصر في الفترة دي كان 1600 سي سي من أهم مميزات قبل أسترا جودة صنعها زي غيرها من العربات الألمانية التانية عربية قليلة الأعطال ومكوناتها قوية جدا مريحة أو ثابتة على الطريق وبتميز من الداخل بصالون مريح وواسع اقتصادية في استهلاك الوقود بالنسبة لعيوبها من أكتر العيوب هو قلة قطع الغيار وعدم توفرها بشكل مناسب وكمان سعرها غالي بشكل مبالغ فيه العربية فيها كروت وإلكترونيات كتيرة جدا وبالتالي الميكانيكي العادي مستبيليا بيلاقي صعوبة في التعامل معها لكن طبعا عمره ما بيقول كلمة معرفش وبيشتغل وبيخرب عادي خالص لكن الأفضل النظر لها على أنها معقدة نوعا ما في الصيانة ولازم تروح بيها لمركز متخصص أو التوكيل سارس عربية أوبل كورسا موديل 2005 ودي سعرها بيكون من 85 إلى 90 ألف جنيه العربية دي 4 سلندر ساعة محركة 1600 سي أقصى قدرة لها 101 حصان عند 6200 لفة في الدقيقة عزمها الأقصى 140 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة ساعة خزان الوقود 45 لتر ساعة الشنطة الخلفية 450 لتر نص قطر الدوران 9.9 متر وزن العربية فرغة 1085 كيلو جرام الخلوص الأرضي 16.5 سنطة وده كويس جدا من سرعتها القصوى 180 كيلو متر ساعة تسارعها من الصفر لحد 100 كيلو متر ساعة في 11.7 سانية وده رقم كويس العربية بتستهلك 8.3 لتر للقطع مسافة 100 كيلو متر مميزاتها سبتها رائع على طريق استهلاك بنزين مش عالي قوي تسارعها قوي جدا لأن مطورها شديد بالنسبة لوزنها العربية دي أكبر مشكلة هي تغيير طقم الدبرياج بتاعها كل 30 ألف كيلو بالنسبة للمانيول لأن استوانت الدبرياج بتتاكل بسرعة الخامات مش أقد كده بالنسبة لعربية قبل المساحة الداخلية صغيرة حبتين وخصوصا الكنبة الخلفية عزل الصوت سيء جدا وخصوصا بعد سرعة 120 كيلو متر ساعة هتحس إنك قاعد جو المطور سبع عربية معنا دايهادس شارد موديل 2007 ودي سعرها بيكون من 90 إلى 95 ألف جنيه تايهادس شارد من العربية المظلومة في مصر رغم إنها فيها كمية مميزات كتيرة جدا وبتوفر لك سبل الراحة من تكييف وإزاز كهرباء ونظام إفل مركزي تايهادس شارد نزل بخيارين من المحركات المحرك الأول ساعة 1000 سيسي بقدرة 47 حصان وأقصى سرعة عليها 140 كيلو متر ساعة محركها الثاني ساعة 1300 سيسي بقدرة 52 حصان وسرعيته القصوى 160 كيلو متر ساعة المحرك الأولاني مرتبط بناء الحركة يادة وخمس سرعات أما المحرك الثاني مرتبط بناء الحركة أوتوماتيك من أربع سرعات وميزات العربية دي رقم واحد إنها عربية يابانية طبعا صنعت في اليابان وتعتبر أفضل من العربية الحديثة وخاصة العربية الصينية موفرة جدا جدا في استهلاك الوقود بتحتوع العدد من الكماليات ومنها تكييف وعجلة قيادة باور وإزاز كهرباء ونظام قفل مركزي للأبواب عيوبها صعوبة بيعها بسبب عدم توفر قطع غيارها وقطع غيارها سعرها مرتفع مقارنة بقطع غيار المركات التانية اللي في نفس الفئة السعرية لكن لو هنقارنها بسوزوكي ماروتي مثلا أو سوزوكي ألتو لا طبعا الشارت تكسب تأمن عربية معنا شيف رولي أوبترا موديل من 2006 إلى 2008 وسعرها بيكون من 90 إلى 100 ألف جنيه محركها سعة 1600 سيسي 16 صباب 4 سلندر كاما علوية مزدوجة حقن متعدد النقاط المالتي بوينتس انجيكشن يولد قدرة 107 حصانة عند 5800 لفة في دقيقة وعزم دوران 150 نيوتر متر عند 3600 لفة في دقيقة وبتتوفر الأبترا بناء الحركة من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات تساروها من السبات للـ 100 كم في النسخة المانيول في 10 و7 من 10 سنية والنسخة الأوتوماتيك 11 ونص سنية والسرعة القصوى 180 كم في الساعة للمانيول وبتقل الـ 175 كم ساعة في الأوتوماتيك استهلاك الوقود من 9 إلى 10 لتر لكل 100 كم وسعة التانك 60 لتر مميزاتها محرك العربية دي محرك ناشط وعملي وقوي وبيوفر أداء جيد وبيحقق قدرة على الانطلاق بسرعات عالية تساروها جيد سرعتها القصوى معقولة نائل الحركة قليل الأعطال وما فيش منه أي مشاكل ونائلاته ثالثة جدا وفيه تناغم ما بين عمل نائل الحركة والمحرك تعتبر الأبطالة اقتصادية إلى حد ما ومصاريف تشغيلها متوسطة لكن استهلاك الوقود بتاعها مرتفع المساحات الداخلية جيدة سواء للساق والركب الأمامي أو للركاب اللي عاديين ورا العزل الحراري بتاعها جيد جدا بتتوفر قطع غيار بصورة جيدة ومنتشرة في كل المحافظات وأسعارها مناسبة وموجودة عند كتير من التجار والموازعين سعر عارة البيع للعربية دي جيد جدا عيوبها بيعيب المحرك ونظام الدفع وجود مشاكل في حساس الزيت وحساس الكمبريسور وفيه مشكلة دايما في الطلعات الأولى للعربية دي خاصة مع وجود ركاب وتكييف شغال عزل المحرك متوسط وهتسمع صوته في الكابينة الداخلية وانت قافل الإزاز وأنا بقصد بداء العزل الصوتي مش العزل الحراري مشكلة السبات في الملفات وخاصة الملفات الديقة بالإضافة لضعف السبات على السرعات العالية فوق 140 كم ساعة استهلاك العربية مرتفع من الوقود وبيزيد الاستهلاك ده مع التحميل الكامل وتشغيل التكييف استهلاك الوقود داخل المدينة بيوصل أكتر من 11 لتر وفي الطرق السريعة 9 لتر لكل 100 كم مقطوعة يعني بمتوسط 10 لتر التكييف متوسط القوة وما يعتبرش الأفضل وبيحتاج صيانة باستمرار الموديلات دي من الأوبترا ما فيهاش وسائل أمان على الإطلاق لا فرامل EBS ولا EBD ولا أي نوع من وسائل أمان تانية للفرامل وكمان ما فيهاش أي وسائل هواية على الإطلاق سواء في المانوال أو الأوتوماتيك ولا إيموبلايزر أو مناسرة العربية التاسعة معانا في الجزء ده هي شفورليس بارك مدين 2009 سعرها بيبدأ من 90 ألف وبينتهي عند 100 ألف جنيه شفورليس بارك من العربات المثالية اللي بتناسب الشباب والعائلات الصغيرة وسعرها مناسب جدا العربية شكلها متناسب مع حجمها أداءها جيد جدا بدون تكييف لكن أداءها مش قد كده مع التكييف ثباتها جئت جدا مقارنة بالحجم وخصوصا لو حبيت تقارنها مع العربات الصغيرة من نفس الفئة السعرية زي الشيري محركة 1000 CC 865 حصان قدرة الصالون بتاعها خاماته جيدة والعفشة اعتمادية تريكسيوم بيكون تقيل بس في الركنات الصعبة والضايقة وموديل 2008 نزلت بدون باور خالص بس ممكن إضافة الباور للأصل بتاعها وبيباع جديد بألف جنيه تقريبا في التوفيقية استهلاك البنزين 6 لتر بيمشروك 100 كم حسب السرعة واستعمال التكييف فيها سنترلوك لجميع الأبواب وإزاز كهرباء أمامي فقط شنط العربية مناسبة لحجمها ولكن ما تعتبرش كبيرة ارتفاع العربية عن الأرض جيد وما فيهاش أي احتكاك بالمطبط إلا نادرا جدا ومع الحمولة الكاملة أيوب العربية دي موضوع انها تماني أصباب وده بيتسبب ان العزم بيكون قليل جدا خاصة مع تشغيل التكييف الإزاز الكهربائي في البابين اللي قدام بس ودي مشكلة كبيرة لأن في الحالة دي لما تيجي تركن هتضطر ترجع تفتح كل باب عشان تقفل إزازه يدوي جنوط العربية تعبانة جدا وأي مطبط بيتني الجنوط وما فيهاش جهاز انظار ولا ريموت العربية ما فيهاش سماعات خلفية دي حاجة غريبة جدا مع أن اللي نزل منها خارج مصر فيه سماعات وإزاز كهرباء كامل أمامي وخالفي الخلاصة منها عربية جيدة بشكل عام لكنها لا تناسب الشباب اللي بيدوروا على القوة والسحب والمنورة يعني من الآخر ما تفرقش عن السيزوكي ماروتي أو سيزوكي ألتو العربية العشرة معانا والأخيرة في الجزء ده هي البي ام دابلو اي 36 أو ال 316 زي ما بنسميها هنا والمعروفة في مصر باسم الدبانة موديل من 92 ل 97 وسعرها بيكون من 85 إلى 100 ألف جنيه في الفترة الأخيرة هتحول اهتمام عدد كبير من الناس لشيرة البي ام دابلو 316 شكل أول اللي هو الدبانة اللي هو من موديل 91 لموديل 97 وده لأن سعرها أصبح في حدود سعر عربية كوري مستعملة وكمان انشر المقولة اللي بتدور بين الشباب اللي بتقول أنا أركب أسد عجوز ولا إرد بصحيته بخلاف أن العربات الجديدة بنفس السعر بتوفر كماليات أقل من اللي موجودة في البي ام دابلو موديل التسعينات وحتى لو في عربيات زيرو ووفرت جزء كبير من الكماليات اللي موجودة في البي ام دابلو لكن للأسف ما قدرتش توفر الأمان والسبات اللي موفرها البي ام دابلو موديل التسعينات وكمان أسعار قطع الغيار بدأت فعلا تبقى أقل من عربيات كوري كتير الفئات اللي نزلت من البي ام دابلو 316 E36 سيدان E36 كوبي E36 كونفيرتبل E36 كومباكت E36 ستيشن واجن وفي مصر وفرت شركة بي ام دابلو أو توكيل بي ام دابلو ثلاث نسخ من العربية الأولى اللي هي ال E36 سيدان اللي هي سيدان صالون أربع أبواب والثانية كوبي بابين الثالثة هي الهاتشباك صغيرة أم ثلاث أبواب وكل العربيات دي على مدار العشر سنين نزلت بنظام الدفع الخلفي بتستمد العربيات دي قوتها من ثلاث محركات الأولاني 1600 سي 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 4 سلندر بينتق قوة 102 حصان وعزم أقصر الدوران 222 نيوتن متر المحرك الثاني 1800 سي 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 4 سلندر عادي قدرته 115 حصان محركة الثالث بسعة 2000 سي 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 ستة سلندر بقدرة 150 حصان بناء الحركة أوتوماتيك من خمس سرعات وزن العربية دي طن 350 كيلو جرام وأبعدها الطول 4 متر 43 سنطي العرض 71 سنطي الارتفاع متر 36 سنطي هتلاحظوا طبعا الارتفاع قليل جدا وميزات الBMW 316 بالنسبة القطع غير متوفرة وسعرها يعتبر متوسط المحرك قوي والأداء مثالي سرعتها وصباتها عالي جدا في الملفات وعلى السرعات العالية والتصارع بتاعها مفيش أحسن من كده عيوبها إن العربية ارتفاعها للأرض قليل والقاعدة فيها منخافضة وده بيخليك تحس إنك أقل من باقي العربيات وبتحك فيه جميع المطبات كمان استهلاكها للبنزين عالي دي كانت آخر عربية معانا في الجزء ده الجزء السادس إن شاء الله هيكون فيه عشر عربيات هنشرحهم بالتفصيل أتمنى يكون فيه تفاعل مع الفيديوهات عشان أقدر أعمل الأجزاء اللي بعد كده يعني لما هيوصل التفاعل إلى رقم قليل أنا هتطر أقفل السلسلة دي وأخش في مواضيع جديدة المهم في نهاية الفيديو أتمنى أقدمت معلومة مفيدة أحط لكم الجزء الأول والتاني العربية المستعملة الأوتوماتيك بسعر 50 وبسعر من 50 ل 70 ألف في شاشة النهاية اللي هتظهر في آخر الفيديو هشوفكم على خير سلام